اشتركوا في القناة لطفا هل سنختلف وكيف نعوض ضحاوانا؟ يلا يا سيد الرئيس احنا الفيصل في انه هذا الصندوق يحدث بموجب قانون المالية او بموجب قانون العالمي الرجال شوي هدوء استنى يا سيدتي من فضلكم ارجو ان يعود الهدوء شكرا السادة النواب اللي ساهموا في ارجاع الهدوء راهوا الانسان ما لازموش يخلي روحه يتم استفزازه بالطريقة هذه ولا يغضب فكل واحد عنده الحق يتكلم ونرد على بعضنا بالكلمة وليس لكن ليس بالغضب ارجوكم نصبر شوي مع بعضنا بسم الله الرحمن الرحيم للأسف سيدة الرئيسة اليوم بعد منتصف الليل يتحول هذا المجلس الى غنيمة وتتحول الميزانية الدولة التونسية الى غنيمة يستعد من يستعد للخروج الحكم لان يغنم منها اكثر ما يمكن قبل ان يغادر صفوف الحكم وهذا هذا عار على من يمارسه لانه ما هكذا تمارس الديمقراطية ولو كان هذا موقفا صحيحا لكانت هذه التعديلات وزعت على نواب ونشرت على الملأ لا ان تقدم في اخر لحظة لاغتنام ما يمكن اغتنامه من هذه الكعكة اللي اسمها ميزانية الدولة التونسية السيدة امال عزوز انا جاوب بسم الله يكفي ارجو من الجميع الهدور ارجو من الجميع الهدو ارجوكم المسئولية مشتركة ارجوكم هدوء ارجوكم ميجيش هكا اتفاضل سيد بشير اما ماذا بينا وكان ما هدقوا يا بشير مش مش نزيدو هدوء السيد بشير بالله يا زملاء ارجو سيد الرئيس ارجوه سيد الرئيس ارجوه